السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم بالتعريف بدعاء القنوط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم بالتعريف بدعاء القنوط دعاء القنوط يكون دوما في الصلوات ويكون في التهجد بالليل وفي ترويح رمضان والكثير من الناس يحبون ان يتعرفوا ما هو دعاء القنوط القنوط يكون بالتع هو الدعاء والطاعة وهو السكوت وهو ايضا طول القيام في الصلاة نقول قنة الرجل اي دعى على عدوه وقنة اي اطال القيام في الصلاة هذا القنوط هو سنة نبوية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الويتر والافضل ان يكون بعد الركوع وقد يكون قبل الركوع حسب الظروف وحسب الاحوال من خلال الادلة القرآنية والاحاديث النبوية المتعددة نتساءل ما هي الاحكام الشرعية المرتبطة بدعاء القنوط الفقاءه اختلفوا بين مؤيد ومخالف لاختلاف الادلة فعن انس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا حديث صحيح رواه الامام احمد في المسند ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا يفهم منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط يوميا عند الفجر لما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول دعاء ماتور حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك ويقول ادعية كثيرة وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنه يقنط في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم ايضا جاء في الحديث عن ابي مالك قال قلت لابي انك سليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي صليت ما هنا بالكوفة نحو من خمس سنين اكانوا يقنطون في الصبح قال اي بني محدة رواه الامام الترمدي يعني ان هذا الامر محدة اي بدعة والخلاف في ذلك يسع الجميع لانه من الخلاف المعتبر ولا ينكر فيه على المخالف والحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوط في صلاة الصبح فمرة يقنط واخرى واخرى لا يقنط رواه الامام الترمدي يعني ان هذا الامر محدة اي بدعة والخلاف في ذلك يسع الجميع لانه من الخلاف المعتبر ولا ينكر فيه على المخالف والحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوط في صلاة الصبح فمرة يقنط واخرى لا يقنط فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الرقوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو فيقول اللهم انا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا رفع رأسه من الرقوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يقول هذا الدعاء ايضا مما ورد في القنوط في الويتر ما رواه اهل السنن عن الحسن رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقول هند في الويتر اللهم اهدني فيمن خديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر وسوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت هذا الدكر وهذا الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الويتر وكان يعلمه حفده الامام الحسن رضي الله عنه وروي عن الامام علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر ويتره اللهم اني اعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعود بك منك لا احصيت ناء عليك انت كما اتميت على نفسك فسيد علي يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول هذا الدعاء في عقب الويتر من كل صلى وكذا يقول ايضا صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط كلما اوتر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائم الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وامصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فهذه ادعية مأثورة عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بها ودره وتابت انه صلى الله عليه وسلم كان يقنط عند النوازل فمن هديه وسنته التفاعل مع الآيات الكونية مثل خسوف القمر وكسوف الشمس وحدوث الرعد والبرق والريح وشدة المطر او قلته وكذلك من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل العارضة التي تحل بعموم المسلمين كاعتداء الكفار على المسلمين والدعاء للأسرى او حدوط مجاعات او انتشار او بئة او قحط او وباء او عطش او ضرر ظاهر بالمسلمين فكان صلى الله عليه وسلم من هديه انه يقنط يعني يتوجه الى الله بالدعاء بالقنوط لهو دعاء مركز من اعماق القلب ويصل الى ابعد الحدود وان شاء الله ربنا يتقبله وقد ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يدعو على قريش مدة من الزمن حينما بدعت قريش بعضا من المسلمين المستضعفين من الهجرة وحبسوهم وعذبوهم وكان من هؤلاء المؤمنين المستضعفين الوليد ابن الوليد وعياش ابن ربيعة وهشام ابن العاص وغيرهم فلم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل لهم شيء فقالت في صلاته يدعو لهم ويدعو على من عذبهم وبدعهم من الهجرة يروي ابو هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم انجو الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مدر اللهم اشدد وطأتك على مدر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف حدث في المخاري رواه الامام المخاري وهذا ان الانسان اذا عجز عن اتخاذ تدبير واجراءات لمصلحة معينة او لانقاذ اوناس او لقضاء اراضهم اوناس فاذا اذا عجز عن الاسباب فانه لا يعجز عن الدعاء لا يعجز عن القنوط والقنوط هو يمر بسرعة الى الحق عز وجل وربنا يقول لا استجيبن لكم ولو بعد حين ان الانسان اذا عجز عن اتخاذ تدبير واجراءات لمصلحة معينة او لانقاذ اوناس او لقضاء اراضهم فاذا عجز عن الاسباب فانه لا يعجز عن الدعاء لا يعجز عن القنوط والقنوط هو يمر بسرعة الى الحق عز وجل وربنا يقول لا استجيبن لكم ولو بعد حين كما ورد في الحديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدت شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه وذلك انهم قتلوا جماعا من اصحابه هذا ما يعرف بالسيرة النبوية بحثة بئر معونة التي قتل فيها سمعون من الصحابة ردوان الله عليهم قتلوا غدرا وخيانة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لمقتل اصحابه وظل يقنط في صلاته يدعو على من قتلهم شهرا كاملا فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان رعلا وذكوان وعصية وبني لاحيان استبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فامدهم بسبعين من الانصار كنا نسميهم القراء في زمنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى اذا كانوا ببئر معونه قتلوهم وغضروا بهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على احياء من احياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني ليحان هكذا رواه الامام البخاري ايها الاحباب الكرام حري بنا ان نتعرف عن الاحكام الشرعية المتعلقة بدعاء القنوط اول شيء ما هو موضع دعاء القنوط العلماء اختلفوا في محل دعاء القنوط في الصلاة فذهبوا الى قولين منهم من قال بان القنوط يكون في الصلاة بعد الاعتدال من ركوع الركعة الاخيرة بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الاخيرة لما نقول ربنا ولك الحام هنا هنا يكون القنوط القول الثاني قالوا بجواز القنوط قبل ركوع الركعة الاخيرة او بعده وافضليته قبل الركوع وبعد القراءة دون التكبير بعد الاعتدال من ركوع الركعة الاخيرة بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الاخيرة لما نقول ربنا ولك الحام هنا يكون القنوط القول الثاني قالوا بجواز القنوط قبل ركوع الركعة الاخيرة او بعده وافضليته قبل الركوع وبعد القراءة دون التكبير فهنا قولين في موضوع دعاء القنوط كذلك بالنسبة لدعاء القنوط هم نجهر ام نقوله بالسر الفقهاء اختلفوا في حكم الجهر بالقنوط وذهبوا في ذلك الى اقوال ثلاث الاول قال بعدم استحبام الجهر في القنوط لا يستحب النجهر بان نرفع اصواتنا في القنوط وذلك عملا بقول الله تعالى ادعو ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين الرأي التالي قالوا باستحباب الجهر في القنوط يجهرون للامام دون المنفرد اذا انا الافضل في الذكر ان يكون بصورة خفية ولا يشرع الجهر الا للامام ليؤمن المصلون على دعائه والرأي التالت قالوا باستحباب الجهر في القنوط للامام والمنفرد استدلال بفعل عمر بن خطاب وابي بن كعب ان كان يجهران بقنوطهما في صلاة الويتر والناس من خلفهم يجهرون كذلك ما حكم رفع اليدين عند القنوط هنا الفقهاء اختلفوا في مسألة رفع اليدين عند القنوط وذهبوا في ذلك الى قولين الاول بعدم استحباب رفع اليدين حين دعاء القنوط قياسا على الدعاء في التشهد والسجود اذ المصلي لا يرفع يديه فيهما اما القول الثاني فقالوا باستحمام رفع اليدين حين دعاء القنوط ويقول ذلك برفعهما الى مستوى الصدر ثم جعل باطنهما نحو السماء ايضا مسألة مسح الوجه بعد الانتهاء من دعاء القنوط هناك من يتبرك ويمسح وجه كفيه يدعو فيهما ويمسح الوجه وصدره عقب الدعاء العلماء ايضا نهبوا الى رأيين فالاول قالوا باستحمام مسح الوجه بعد دعاء القنوط استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان يمسح وجه بعد الانتهاء من الدعاء يمسح وجه بعد الانتهاء من الدعاء الرأي التاني قالوا بعدم مسح الوجه بعد دعاء القنوط لعدم ورود اي دليل ينص على ذلك وقياسا على سائر الادعية في الصلاة حيث لا يشرع فيها مسح الوجه بعد الانتهاء منها كالتشاهد وكالصلاة على النبي في التحيات وغيرها وجه 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 بعد الانتهاء من الدعاء يمسح وجه بعد الانتهاء من الدعاء الرأي التاني قالوا بعدم مسح الوجه بعد دعاء القنوط لعدم ورود اي دليل ينص على ذلك وقياسا على سائر الادعية في الصلاة حيث لا يشرع فيها مسح الوجه بعد الانتهاء منها كالتشاهد وكالصلاة على النبي في التحيات وغيرها وحينما يصلي الامام بالمصلين ويدكر دعاء القنوط ينبغي عليه في دعائه وقنوته ان يقنط بما يشاء من الادعية المأثورة وان يجهر ويؤمن من خلفه وان يرفع يديه وينبغي له مراعاة التيسير وان يحضر التطويل والسجع وان يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان دعاء النبي الكريم جملا قليلا وعلى الامام ان يكتفي بالدعوات الجامعة لخيري الدنيا والاخرة وليحضر الاعتداء في الدعاء كان يستعمل الدعاء على اناس مؤمنين مثله للانتقام فالسعيد من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء القنوط حين يؤدى في رمضان في الحرم المكي وفي الحرم المدني وفي غيرها من المساجد العالم الاسلامي يهز اركان المكان ترتجف القلوب وتخشع وتدرف العيون وتدمع شوقا لله وطمعا في رحمته وغفرانه والله عز وجل ينظر الى عباده وهم خاشعون متضرعون اليه يدعونه باسمائه الحسنى وبقدرته وعظمته فالله تعالى يستحي ان يردهم خائبين كما قال عز شأنه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالله ما استجب دعواتنا وعجل لنا بالفرج امين امين يا رب العالمين احبابنا الكرام تعالوا بنا نذكر مختارات من دعاء القنوط الحمد لله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وازهق الباطل فدحاه وخلق الانسان فسواه وهيط طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه الحمد لله الذي ذلن بالموت رقام الجبابرة وانهى بالموت امان القياصرة فدق لهم بالموت من سعة القصور الى ضيق القبور ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد رقام الجبابرة وانهى بالموت امان القياصرة فدق لهم بالموت من سعة القصور الى ضيق القبور ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحود سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر وسوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين بعصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وامصارنا وقواتنا ما امقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادادا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي ذارنا ولا تسلط علينا بدنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عسبة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا واذا اردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتودين يا الله نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا كريم اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والمرض ونقهم كما ينق الثوم البيض من الدنس اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والمرض ونقهم كما ينق الثوم لم يضمن الدنس وارحمنا وإياهم يا ربنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعود بك من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقد نعنا بما رزقتنا ولا تدهم قلوبنا إلى شيء سرفته عنا يا مقلب القلوب تنبث قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب تنبث قلوبنا على دينك يا من عدت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب نسألك نسألك اللهم أن تغفر لنا دنوبنا وتعفو وعدنا ولا تكي لنا غير باب وجودك ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا يا الله يا الله يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا من عدت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجت له القلوب اغفر لنا ولموتانا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولدبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون للحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا يوم لا يدفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب ارحمنا إذا غسلنا الأهلونا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وإلى المساجد يصلون علينا ثم إلى القبر فرادا صاروا بنا وفباطنها أغلقوا علينا بابها إلى منكر وذكير يسألونا لا من جاء عندها سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وإلى المساجد يصلون علينا ثم إلى القبر فرادا صاروا بنا وفباطنها أغلقوا علينا بابها إلى منكر وذكير يسألونا لا من جاء عندها سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يا رب العالمين نسألك اللهم لدت النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم عافنا واعفو عنا وعلى غربا بجودكم لا تكلنا ومن خيركم لا تحرمنا ومن شر خلقكم سلمنا يا رحمد يا رحيم يا كريم يا عظيم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فقها في الدين اللهم يا رب العالمين اجعلنا من عبادك المكرمين اللهم تبتنا عند الممات ارحمنا قبل أن يدركنا هادم اللدات قبل أن يقول الشاب بنا وحصرتاه ويقول الشيخ الكبير وشيبتاه ويقول المدنب العاصي وحصرتاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين دعوناك يا ربنا في مقامنا هذا فبند المحسنون وأكثرنا مقصرون ومدنبون ومد الشباب ومد الشيوخ ومد النساء ومد الأطفال اجتمعنا لندعوك رجاءا واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كتر الدنوب وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائما باكيا ذليلا معترفا نادما اللهم اغفر لنا واعفو عنا وعافنا واكرمنا يا ربنا وابعتنا مع خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين وآل بيته الطيبين الطاهرين والذين أدعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشغداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمتع